تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 565 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 816 طن مواد غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 107 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 641 طن كما تم ضبط قرابة 69 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فيما تم ضبط 919 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و173 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز ترجمة نانسي قنقر